موسيقى باريس دار ضغول المزادات المعروضات لوحات وقطع فنية من الشرق القديم حتى اليوم لا زال هناك مهتمون بالفن الاستشراقي من جميع انحاء العالم أتوا اليوم ليختاروا قطعا من أعمال لأشهر الفنانين الاستشراقيين موسيقى هنا في أول الصالة نجد لوحات لفنان استثنائي لم يكتفي بالسفر إلى البلاد الإسلامية ليعود بلواحات تخلد الحياة المشرقية بل تحول هو نفسه إلى جزء من تلك الحياة إنه ألفونس إتيان ناصر الدين ديني موسيقى 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 باريس القرن التاسع عشر عاصمة الفن والأدب والموضة والمسرح في أوروبا إنها المدينة التي تنبض فنة موسيقى 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 هذا الجو جعلها قبلة للفنانين بانغوخ غنوار بيكاسو وغيرهم موسيقى في هذا المحيط ولعائلة برجوازية باريسية ولد ألفونس إتيان ديني عام 1861 الوالد موسيقى 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 إتيان ديني موسيقى 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 أولا هو ينتمي إلى عائلة نبلاء لأنه كما تعرفون فرنسا قبل الثورة الفرنسية كانت هناك طبقية مميزة ومعلومة فطبقة النبلاء هذه ينتمي إليها الرجال الحكام وذو المهن العالية مثلا كالمهندسون كالأطباء كالمحامون وهناك طبقة وعندما ناني صحيحة عشان الميزة ويسابي حيانًا يدعى وليسًا موسيقى في كل مرة كما يعرفون دوستان اسفري بالاجسيس بلتار كي سمونتره فيل ديزان في هذه الطبيعة الخلابة على مشارف غابة فونتن بلو تقع بلدة ايريسي بضعة كيلومترات جنوب باريس نشأ اتيان الصبي حيث كانت عائلته تملك هذا القصر الرائع على ضفاف نهر السين اشتركوا في القناة في قصر ايريسي حيث كانت العائلة تمضي جزءا من السنة نشأ اتيان مع اخته جان حيث كان يستمتع باللعب في نهر السين او غابة فونتن بلو كان يميل نحو العزلة في اغلب الاوقات ويميل نحو الرسم منذ صغره وهو امر لا يروق العائلة لانها كانت تتمنى فيه لان يمتهن مهنة او يكون مولعا بمهنة تلحقه بمصف عائلة نبلة فالرسم بالنسبة للعائلة الاستقراطية او العائلة نبلة انا ذاك امتهانه يعتبر انتقاسا من شخصية الفرد انا ذاك لاحقا سيصبح هذا الجناح المنعزل اول ورشة خاصة لاتيانديني فليب الذي كان يحرص على ان يرث ابنه مهنة المحاما قام بتسجيله في ثانوية مثل ابناء العائلات البرجوازية انا كتن اهل في حصول ورشة دولارة صحيحة بان سيصبح 10 مرة ايستوا وسط دولارة على مكان رحلة أخرى اناه مهن تصبح بيث موقع تلك ايستورية وغ kazنياتية يستمر من فحديثة وسط الى الحديثة التعددة اكتن عنه يمزل لانك رائع هذا يقدم من العائلة موسيقى مثل هؤلاء الطلبة الذين خرجوا للتو من امتحان شهادات البكالوريا كان ديني طالبا بهذه الثانوية منذ حوالي قرن ونصف جون رولانس ديني هذا اسم الكامل لأخته تقول أننا حينما كنا ننظره في ثانوية وثانوية كان داخلي أنذاك كنت تذهب أمه لإطلاع على أحواله وغيره مرة في الأسبوع تحس بأن هذه الزيارة نوعا ما ثقيل عليه فهو دائما عزلي حتى مع والده ومما لاحظته كذلك في مذكرتها أنه غير يهتم بهندمه تقريب صفة العزلة وصفة تقريب نوعا من التصوف والزهد في الدنيا إذن المحيط الذي عاش فيه نصر الديني ديني وسيرته الذاتية كانت على ناقيض ما كان متوفرا أنذاك وما كان من المأمول منه أن يكون لهذا البيئة التي عاشها نصر الديني ديني أنذاك لم تتمكن منه في شخصيته سواء في طفولته أو فيما بعدها من شروفات الإقامة الداخلية للثنوية كان بإمكان إتيان أن يطل كل يوم على كنيسة سنت إتيان جيمون رغم ذلك لم يكن مهتما كثيرا بالدين المسيحي في وقت كانت الكنيسة فيه تفقد هيبتها التقليدية وهناك أصبح مطلب فصل الدين عن الدولة عن الحكم عن الدولة عن الحياة العمومية مطلب تقريب شعبي أنا ذاك في فرنسا وهو نوعا ما ساهم في سقل شخصية ناصر الديني لأن التدريس الديني كان إجباريا فيه ثانويات بطريقة نوعا ما متعصبة ففي الفترة التي في 1871 وغيرها سبعينات كي حيثو كان يدرسوا نصدين ديني في ثانوي فقد تخلصا من هذا الضغط المسيحي على السلطة وعلى المدرسة الفرنسية لأنه عن ما كان فيه نوع من التحرر الشخصي من الولاء الديني arrive la période militaire il devance l'appel au drapeau et en 1876 il est incorporé à Granville en Normandy ce qui lui donnera l'occasion de visiter la Normandie et la Bretagne qui à cette époque-là sont encore des régions comment je pourrais dire un peu sauvages donc il va être en contact avec ce qu'il appréciera beaucoup plus tard la nature vraie la réalité des gens les expressions naturelles et je pense que son séjour breton aura une certaine importance dans la suite de sa carrière كان لا يؤلقه أن يكون ابنه رسل منهم في فياته للهواية وكان هناك نوعا من التشجيع من والدته لأن والدته كانت مولعة بفن المصرح خاصة تقريب نوعا ما كان تتغضى عن والعه بالرسل et finalement la famille va céder à ses désirs et il va s'inscrire à l'école des beaux-arts où il va rentrer dans l'atelier de Victor Gallant il ne restera pas longtemps il ne restera pas longtemps parce que cet atelier-là va fermer et il va s'inscrire à l'académie Julian lorsqu'il passe à l'académie Julian il sera élève de Bougrou un peintre français bien connu mais bien connu dans le style académique qui est tout à fait à l'opposé de ce que fera Étienne Diner un peu plus tard donc il suit ses cours mais il n'est pas du tout enthousiasmé par le style de ses maîtres lui ce qu'il aime c'est la nature c'est le monde réel qui s'appelle l'académie Julian et qui va former énormément d'artistes justement nés dans cette génération en 1860 donc c'est quand même des artistes qui apprennent le métier de peintre et qui vont commencer leur carrière dans les années 1880 donc à un moment où toutes les grandes révolutions sont passées on est dix ans après la révolution des premières expositions impressionnistes donc on est à un moment de synthèse où finalement l'art officiel va se nourrir va adapter, tempérer les grandes innovations portées par les mouvements antérieurs et se poursuit le système académique de formation dans l'atelier d'un artiste et Diner s'insère dans cette formation il est né à Paris et donc il suit une formation tout à fait classique il est né à Paris 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 la ville est né à Paris il est né à Paris il est né à Paris l'arrivée وجود الواد والأراضي المحاذية للواد الذي سكنها الإنسان منذ زمن طويل جدا استغل هذه المياه للبساتين والبسناء إلى آخره أول خلية وأول بناية هو المسجد بدأوا بزاوية قرآنية بناء المسجد وهو المسجد العتيق اليوم ليره موجود إلى يومنا هذا على نمطه كما بنى الأوائل وهو مسيد الثامر السليمان والبناء اللي كان معهم هو سيد الدهيم La région de Bou Saada c'est la région qui va devenir un peu la plus touristique c'est un petit peu le lieu de tourisme de carte postale qui est offert par les français qui viennent en Algérie ou même toutes les autres nationalités donc c'est pour ça que toute personne intéressée artistiquement doit se rendre à Bou Saada ستكون Bou Saada هي المدينة التي ستربطها بديني قصة حب أبدية لن تنتهي فصولها حتى بموته لكن... ستكون مدينة ومدينة ستكون مدينة ستكون مدينة ستكون مدينة ومدينة ومدينة ستكون مدينة وترغيبهم أو الأوروبيين في الاستيطان في الجزائر كانت تسجعوا هذه الرحلات الاستشراقية إلى الجزائر في السياق هذه الرحلات جاءت هذه الرحلة ولم يتم دخول لده أن يجب أن دخول هذا البيان كيف يستخدم هذا البيان كيف ينتقل هذا البيان بحضورية هذا البيان تسجع لاحظور آخر من الأمور في مدينة ومدينة في عالة كيف يستخدم أمور كيف يتعطرون بحضور يا عبالي كيف يتعطرون بمجل البيان كان لابد لرجل أوروبي مسيحي غريب من مفتاح للتعمق داخل هذا المجتمع الصحراوي المحافظ وفهمه بكل تعقيداته وبساطته ولم يكن هذا المفتاح سوى الرجل الذي سيصبح صديق عمره وتوأم روحه إنه سليمان بن إبراهيم بعامر هو الحش سليمان بن إبراهيم اللي هو إباضي من الغرداية ولكن الحش سليمان استقر كذلك في بوسعدة وكان له تأثير كبير على الحش نصر الدين ديني لكن سليمان بن إبراهيم بذاته شخصيا عن ما مميز عن أطرابه أو أقرانه من الإخوة الإباضية كيف؟ لأنه يشتغل يمتهن مهنة تختلف عما تميز به إخواننا الإباضيون فأغلب الإباضيين يتميزون آنذاك ينشطون في حقلين حقل التجارة وحقل الحرف أما بالنسبة لسليمان بن إبراهيم فقد كان متفتحا ينشط كدليل مرشد سياحي وهذه الصفة لم نسمع أبدا دليل معناها لم نسمعها همنا على الأقل همنا على مستوى المحلي لا أحد مارسات المهنة من الإخوة الإباضيين فوق كذلك كانوا يتقنوا اللغة الفرنسية جيدا ومن الذين عرفوا إنسان يهتموا كثيرا بهين دامه كما يقال بل فرنسية تريس إليغان qui va ouvrir Dîner à la fois à la culture arabe, bédouine à l'islam à la langue arabe car Dîner سرى parfaitement dans les années 1900 سرى parfaitement bilingue donc cette grande amitié va lui permettre de découvrir notamment toutes les légendes bédouine بن ديت هذا كان محافظ متعب ديكسنبورغ وكتب مقدمة في كتاب طفوض la vie arabe الذي ألفه نصر الديني فتكلم بإساب حول شخصية سليمان بن إبراهيم وأرجع له الفضل في كل ما أنجزاه وليوم بن ديت يتكلم عن سليمان بن إبراهيم بأنه هو العام هو العين التي يرى بيها نصر الديني ويشتغل الوياد التي تشتغل بها سليمان الذي ولد في مليكة بوادم زاب سيفتح الباب أمام ديني على مصر عيه لاكتشاف مجتمع بدوي ساحر وجذاب يميزه إنسان يعيش على الفطرة سعيد رغم بؤسه وقنوع رغم شقائه وفقره أطفال لا يملكون ما يحتمون به من البرد والسقيع لكنهم ينعمون بدفء عائلي تتكاتف فيه الأسرة على مصاعب الحياة موسيقى لقد شكلت بوسعادة بطبيعتها الصحراوية الساحرة مصدر إلهام لريشته موسيقى لكن ضباب القمع العسكري الاستعماري كان يحجب أحيانا دفء شمس بوسعادة ولم يكن هذا خافيا عليها فكان بحكم شهرته وعلاقاته ما لدى السكان البوسطاء المقهورين للدفاع عنهم والتوسط لمظالمهم لدى الحكام العسكريين الفرنسيين وفي الأخير قرر الاستقرار نهائيا في بوسعادة وفي خطوة تحدي للسلطات الاستعمارية قرر شراء بيت في الحي العربي فرفضت السلطات الحاكمة الفرنسية أن ذلك قامتها في بوسعادة لكن علاقته بذوي النفوذ والأصحاب السلطان والحكام الفرنسيين جعلته يحصل على الإقامة هنا بإذن من الوالي جنار أنذاك الذي كان حاكم في الجزائر يتقال لك من الوالي جنود المصر حدين المصرعين على هدف التحت قصة أن الهنبيين على البرناة عليك أن يتحالجين المكسر للي أو الأصحاب إلى متنقاء لكي يتحالجون المركز بوضع الأجم into اللغطs من المصرعات ألاً على تحديث أن الناس يتحالج من المصرعين من العين، تحضر لأخذ سعال لكي نحiosis الدين المصرح حسناً كل مبفقة عبل كي ي 시청ينار المترجم للقناة المترجم للقناة في أحضان هذا البيت المتواضع سيمضي دينام مع صديقه سليمان بقية عمره لقد جعله هذا الاستقرار أقرب إلى البسعاديين فلم يألوا جهداً في المرافعة عن مطالبهم ما استطاع وهذا ما نراه في مراسلاته العديدة لمختلف السلطات الاستعمارية أخيراً أثمرت جهوده الحتيثة رفع الحكم العسكري عن بسعادة لتصبح بلدية ذات حكم مزدوج مدني وعسكري أخلاق البسعاديين البسطاء وسعادتهم الدائمة رغم ظروفهم الصعبة وحبهم له رغم كونه فرنسياً مسيحياً من جهة وأخلاق سليمان بن إبراهيم العالية وانضباطه الديني الممزوج بشخصيته عالية الثقافة والأناقة والرقي من جهة أخرى جعله يقرر بعد دراسة متأنية اعتناق الدين الإسلامي وقد أخذ الأمر بعض الوقت قبل أن يعلن إسلامه على الملأ سنة 1913 من اليوم سيغير إتيان اسمه ليصبح ناصر الدين ديني المسلمين الجزائرين بصفة عامة خاصة الإباضيين يتميزون بنوع من الانضباط الديني لهذه الأسباب ربما ربما وبالتأكيد ربما لا أقوله ربما كان له تأثير في شخصية ناصر الدين ديني في إسلام ناصر الدين ديني فيما بعد قد يكون له تأثير لم يكن كلياً ناصر الديني فيما بعد درسها واجتهادها وغيرها لكن هذه الطباعة التي كانت قائمة في المجتمع الجزائري من حسن القلق والمعاملة والتأخذ سامح والإخاء وغيرها والالتزام الديني كلها كانت عاملاً في سقل شخصية ناصر الدين ديني التي أصبحت من بعد مسلم وصل تصداء الخبر إلى فرنسا فهاجت أمواج نهر السين زلزل خبر إسلام ديني ضوائر الفنانين والمستشرقين لقد صدمهم أن الفنان البرجوازي الذي كان من المنتظر منه أن يساهم في التبشير المسيحي وتربية الأهالي المحليين المتوحشين قد أصبح واحداً منهم اعتبره البعض خائناً لفرنسا واعتبره آخرون عاراً على جوقة الشرف التي حاز وسامها سابقاً ونعته بعض المتقفين الفرنسيين بالضعف والتخلف سرعان ما تنكرت له العائلة الفنية الفرنسية وتحاشى الجميع فجأة شراء لوحاته بعدما كانت مطلوبة وتوقف سيل الميداليات والجوائز التي كانت تحرزها أعماله في مختلف المسابقات تعرض إلى هجمة شرسة سواء من الزملاء الذين كانوا يحيطون به المجال الفني الذين انصرفوا عنه سواء بالنسبة للطبقة الحاكمة آنذاك فأقصيا من جميع المعارض التي كان يعرض فيها لواحاته والتقوة منها فأقصيا من جميع المعارض وشنت عليه حملة لا أخلاقية وقيل ما لا يقال ولا ما لا يمكن حتى أن نعدى ما قاله أنه وكسرسة من المسابقات واضح الفني فأقصيا من مجال خودة من أحب الرايز يريجب أن أحب أن أظرر ، كما ذهبا بالطبقة أول وجه مجال وإذن مرزت جزيب أن يتحسسا من المشابقات ديني من جهته لم يزد إلا إصراراً على صواب اختياره وجند قلمه وريشته لإظهار إيجابيات الحياة الدينية والاجتماعية للمسلمين منذ ما قبل استقراره ببوسعادة كان بالاشتراك مع سليمان قد ألف مجموعة من الكتب كانت في أغلبها روايات وقصصاً من التورات إلا إكرياً رومان مع سليمان بن إبراهيم عن la vie de Zolidnail يسمى Khadra و la vie de Zolidnail الإexploration الإنتلكتuelle de dinay du monde arabe est très large إلا إكرياً une vie de Mahomet إلا إكرياً إلا إكرياً إلا إلعابيات الحياة مقاموعة من التاري قصة حول خضرارة قصة الادنايل ألف حول لوحات من الحياة العربية مثلا فيها نوع من القصص والحواديث يعني اللي كانت منتشرة أنا ذاك مثلا كألف حول عنطر بنوشدات حول عبلة حول الاهتمام في آخر حياته اتجه إلى المؤلفات التطابع الإسلامي منها كالحج محمد رسول الله أبان الحرب العالمي الأولى عندما قدم ما لا يقل على سبع سبعين ألف مسلم حياتهم في تحديد فرنسا ففعلا صوت البرلمان الفرنسي معنا في قانون ما يسبب القانون العلمانية أو اللائكية لاي سيتي يمنع من الدولة أن تساهم في بناء أي مجال ديني كانت كنيسة معبد أو شيء هذا القبيل ولكن ربما هذه الظروف استثنائية جعلت من البرلمان الفرنسي يصوت وبالإجماع بالإجماع على إنشاء مسجد في باريس عقب انتهاء الحرب كان ديني من أول المطالبين بإنشاء مسجد باريس تكريما للجنود المسلمين الذين سقطوا من أجل فرنسا كما ساهم بخبراته الفنية في التخطيط لتصميم المسجد وزخارفه موسيقى أشغال بدأت في أبسر 22 فكانت هناك عدة اجتهادات في الكيفية المتلى لإخراج هذا المشروع من الأرض يعني فأكيد أنه بحسه الفني وأكيد أثر في هذه الزخرفة أكيد أنه نشارك في ذلك ميزة واحدة تجمع أعمال ديني الدفء دفء شمس الصحراء دفء ألوان ملابس البسعاديين دفء العلاقات الأسرية دفء اللون الوردي على الجبال وقت الأصيل دفء الرمال والصخور التي يتفنن في تفاصيلها لدرجة تجعلك تعتقد أنه يستعمل الرمال ذاتها لتشكيل الألوان بدل أذهنة الصباغ لقد نقل الفن الاستشراقي من أسرار الحريم وأجساد النساء إلى كفاح الإنسان الشرقي ومعاناته اليومية موسيقى التفاصيل في رسوم ديني قصة أخرى فهو يجعل لوحاته كتاباً مفتوحاً في لوحته الشهيرة سطوح الأغواط نرى بين ثنايا ضربات الريشة هؤلاء الأطفال يلعبون بسلام تحت دفء الشمس موسيقى وفي الدخول إلى مدينة القرارة لم يغفل خيام البدو الروحة للمتناثر خارج سور المدينة موسيقى وفي الطفلتان الراقصتان وبعيداً في الخلفية نرى هذا الرجل بطربوشه الأحمر موسيقى وفي جميع المشمش يتهافت الأطفال الجائعون للظفر بحبات المشمش وفي الساقطة لكن هناك في الظل يستغل هذا الطفل الرشيق الفرصة للحصول على واحدة من الشجرة مباشرة كم كل الأشخاص من هذه الوقت يظهر في القرارة 19 سنة يجب أن يكون هناك طريقة إنستانتانية لذلك يمكن أن يجب أن تعتقد أن هذه الأشخاص يظهر على الموتف أيضاً ديني لا تنسى بشكل جيد أيضاً يجب أن يجب أن يجب أن يكون أو يجب أن يجب أن يكون جيداً لذلك يمكن أن يكون لكن لا تتعلم من هذا الوضع ما أفعله هناك لا تنسى بشكل جيد يجب أن يكون حوالي لا تنسى ذلك لأنه قد تحديث على إشتراك الشخص ومن هناك خلد بداية رحلته الروحية في لوحة سماها الانطلاق إلى مكة المكرمة تركت رحلة الحج انطباعات روحية عالية في نفسه لكنها أنهكت جسده الستينية كذلك ليفارق الحياة يوم الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول عام الف وتسعمائة وتسعة وعشرين بعد جنازة تأبنية بمسجد باريس وتنفيذاً لوصيته نقل جثمانه ليدفن في بوسعادة خرجت المدينة عن بكرة أبيها تبكي الرجل الذي عشقها وعشقتها حضر الجنازة علماء وشخصيات من كل أرجاء الجزائر وأبنه فيها الحاكم العام الفرنسي بنفسه كما حضرت أخته جان وطبعاً رفيق ضربه سليمان الذي سيجاوره في الموت كما جاوره في الحياة بعد وفاته كانت لوحات ديني ولزالت إلى اليوم منتشرة في جميع أنحاء العالم في المتاحف والمعارض ودور المزاد هنا مثلاً في متحف أغسي بباريس وفي هذه القاعة الأندلسية الجميلة بمتحف الفن والتاريخ بناغبون جنوب فرنسا وبمتحف الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة لكن الجزء الأكبر يتداوله جامعون خواص وشخصيات عالمية مرموقة يوحب جزءاً يحففل أن أجل قد أضر بحين أنت أجل إلى تحفظين في تحفظين مع خارج منتحفة وفي ذلك العامل مثل، مرتير دمور، شايد الوش كنت أجل سيجقاً لتعفضين من أجل جزء من نجل، وخطورة في الموت كنت جزء من خلال شعرمه يسمى بداية أطور دين سو يقضل أيضاً قد قد أجل من أجل حسنًا، ليفصل بس خديدة أسبوع مسلاً. إنسان تأتون بوتيفığın지고 الضائية. لديها المنزلية بحضورة الفرسية لتدخل في مجالي ويقابلت عملية التجاريخ في مجالي ويقابلت بشكل شخص في نسية عامل ويقابلت هنا كبيراً لديها المنزلية لديها أماماً لديها أماماً ويقابلت بلدخل في تولوز ويوجد حول مرئيسي ولكن تتعلمين بينما تنسي وإيجيب ومعروك المسلطان العلمان هناك بل وقت مجموعة أتذكر أن الأمور المسلطاني لها لذلك سنوات لها ويقوموا في القطار من أجل الأمور المزيدة هناك ثلاثة المزيدة في المنزيدة دوها ويقوموا بحقه هنا لذلك في 5 أو 6 عام ونرى ثلاثة تفضل المتحدثة الاروات المتحدثة بسكرا و المتحدثة بسعلا المتحدثة كاتار ليس كذلك مبسل وعندما انهم خلقوا وانهم خلقوا المتحدثة منذ وفاة ديني سعى رفيق ضربه سليمان بن ابراهيم إلى إقامة متحف باسمه يخلد ذكرها وأصر على أن يكون ببسعادة بدل بعض الاقتراحات بإقامته في الجزائر العاصمة لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب مماطلة السلطات الاستعمارية الفرنسية ومات سليمان سنة الف وتسعمائة وثلاث وخمسين دون أن يرى حلمه يتحقق وحفاظا على ارث ديني من الضياع قام الزعيم الإصلاحي الشيخ بيوض ابراهيم وباسم الجماعة الإباضية ببسعادة بشراء أملاكه التي ورثها لصديقه سليمان على أمل إقامة متحف متى تسنت الفرصة وباستقلال الجزائر وعزم الدولة على الاهتمام بالتراث الثقافي عموماً تنازل الشيخ بيوض على تلك الأملاك لصالح الدولة الجزائرية وبدأ بالتعاون مع شخصيات أخرى بالتخطيط لإنجاز المتحف اتفقوا على أن ينجزوا متحفاً في بوسعادة لكن متحفاً يمكن أن نقول عنه بأنه مؤسسة ثقافية متكاملة وأنجزوا المخططات لإنجازه حيث يكون بارحه فتكون فيها مكتبة كبيرة ويكون مركز ثقافي ومسرح وغيرها مركب ثقافي بيسم ناصر الديني في بوسعادة ومن خلال الظروف والتبارم ومعطيات وغيرها وقد تقلبت تقلبت الأمور إلا ما يتم إنجازه ولو بسرعة مصغرة إلى غاية 1993 هذا بالنسبة للمتحف ناصر الديني فاختزلت آمال الأولين كلهم الشيخ بيوض ووسع بن سعود بن حيداش وكما قلنا مد بن جدو في كما ترون ترميم المنزل وقاعة صغيرة كمتحف وطنين ناصر الديني وسقطت طموحتهم ولكن مهما كان مهم أنجز متحف أحسن من لش في حتى زيارات وفود أجنبية مثلا فيه وقاء زيارات السلك الدبلوماسي فيه وزراء متعجزائرين متقاعدين فيه مثلا شخصيات وطنية مثلا فيه حتى شخصيات دولية مؤخرا من أسبوعين زارنا السفير الأمريكي في زيارة خاصة غابت شمس ديني عن بسعادة لكن شمسها الدافئة لا زالت تطل على قبره كل يوم ولا زال ناصر الدين وسليمان يرقدان بسلام في ضريحهما تحميهما جبال بسعاد الوعرة ودعوات البسعادين الأوفياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر